هل لدينا اتصال مع مكاتن باكتر؟ نعم مع الأستاذ خالد المطوع الأستاذ خالد المطوع من عمان مستك الله بالخير مرحبا سهلا الله مستيكم بالخير والسرور شايف حالك شون الأجواء عندك في عمان؟ برد؟ والله صراحة شوي الأجواء باردة حقيقة بس عشان خاطركم ما عندنا مشكلة شاء الله يحافظك أولا يمبرك لكم هاي الإنجاز الخليجي اللي يحسب للإعلام الخليجي بشكل خاص والإعلام العربي بشكل عام لا أهمية كبيرة في نشر الأخبار بوسائل التكنولوجيا الحديثة شكثر خذ منكم الله يسلمك لخالد هاي التطبيق وقت وجهد علشان يظهر إلى النور؟ والله طال عمرك طبعا في البداية أحب أني أمسي عليكم وكذلك أتمنى إن شاء الله للمملكة البحرين التوفيق من خلال إن شاء الله الإجتماعات القادمة ونتمنى لقادتنا أن يتخذ قرارات يعني تعزز مسيرة العمل الخليجي وإلى الأمام إن شاء الله نقول لهم دائما بإذن الله حقيقة التطبيق هذا إحنا طبعا ارتعين من خلال العمل الخليجي المشترك ورأس وقلات الأنباء الخليجية أبدو رغبة بتوحيد جهودهم من خلال إنشاء تطبيق مواحد طبعا هذا التطبيق تقريبا نخذ من عندنا فترة ثلاثة شهور حتى تم إنجازه يعني نعم وقراره طبعا إحنا وصلنا الآن في آخر إحصائية تقريبا يعني يمكن أكثر من ثلاثين ألف يعني مستخدم لهذا التطبيق يعني مع أن إحنا فترة وجيزة دشنا هذا التطبيق إلا فعلا تطبيق فعلا مفيد إحنا يمكن أن اليوم قاعدين نشوف ثمرة جهودكم واجتماعاتكم حول هاي التطبيق أهميته بالنسبة طبعا أنا شوف الأهمية كبيرة بالنسبة حق المتعامل العادي لكن بالنسبة حق المتخصص إش كثر يوفر وقت عليه؟ طبعا إحنا أنت تعرف أن هذا التطبيق متصل مباشرة مع بث وكالات الأنباء الخليجية فبس مباشرة يعني من الخبر يعني يطلع من الوكالة نفسه ينشر على هذا التطبيق أين؟ وأيضا يصاحب هذا الخبر أيضا الصور وأيضا إذا كان متوفر هناك فيديو لهذا الخبر أيضا بعد يتم يعني بثه مباشرة يعني في نفس اللحظة ممكن يحصل على الخبر هذا الموجود أيضا أعتقد أن التطبيق مصاحب مع حساب موحد للإنستجرام والتويتر صحيح؟ حاليا إن شاء الله يعني في الفترة القليلة القادمة سيتم تفعيل هذه الخدمتين اللي هو التويتر والإنستجرام إن شاء الله ولكن الآن يعني يحتوي على أخبار وكالات الأنباء الخليجية وأيضا البث التلفزيوني والبث الإذاعي أيضا تقريبا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بنطلق الإذاعات الخليجية وبيكون إن شاء الله عمل متكامل لكل وسائل الإعلام بإذن الله الأخ خالد المطوع من وكالة أمباء قطر ومن عمان تحديدا ألف شكر ألف شكر لك وبالتوفيق إن شاء الله ونشوف تطبيقات مستقبلية يتوحد الجهود أكثر وأكثر إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لكم إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق بإذن الله شكرا لكم